والانجاز اللي حصل برضو من حوالي اسبوعين الحمد لله يعني احنا بتعمل متحف تحت المية للغطاصين لبعد بي اي وبعد ان احنا نخفف الضغط على الشعب المردنية الحقيقية يحصل ان الغطاصين اللي بينزلوا بيتفرعوا على حاجات كتير موجودة في معدات حربية قديمة موجودة في قاع البحر بالوقت تم اغراقها مقصوص للبانوراما عمل جيد جدا ان احنا استثمروا في قاع بحر زي الغرداء طبعا اكيد طيب خلينا عرف من حضرتك يا فندم ابرز الجنسيات اللي تعتبر اكثر اقبالا الغرداء والله احنا نقدر نقول ان الغرداء اصبحت عالمية لدرجة قدير عادية في كل يعني احنا واحنا ماشيين في الشارع الشرطون بالليل مثلا بنلاقي جنسيات كل جنسيات العالم لو روحنا ناحية جامع البيناء في اللي هو اصبح بوقتي مظهر سياحي في قلب الغرداء بنشوف كل جنسيات العالم ولكن يعني في الفترة اللي احنا فيها في جنسيات حصل فيها كفرة في الاعداد بتاعتها دي الجنسية البولندية مثلا البولندي رغم ان في حروب في الاماكن دي في شارع اوروبا ولكن في استثمار لواقع يعني احنا عندنا البحر والشمس وعندنا كل يعني حتى في الحرارة دي اللي موجودة على مستوى العالم اصبح فيه تغير مناخي ولكن تظل الغرداء يعني تعتبر ملجأ او تعتبر للناس المحبين مقصد صحيح اه للمكان دوات فعندنا الحمد لله البولندي عندنا الروماني عندنا السربي عندنا تشيكي عندنا طبعا الالماني بصفة اساسية ده ملع بالغرداء بيعيد زيارته يعني لما بتسألي اه سائح الماني انت للمرة ان كان في الغرداء مفيش اقل من عشرين مرة يعني هو بيجي في السنة مرتين وثلاثة الورداء يعني هما بيعشاؤهم مرداء جدا وفيه برضو تفرح في السوق الفرنسي الفتاح كده حصل من حوالي شهرين بالضبط ان الاعداد تزيد تتضاعف وبالخمس مرات وست مرات عن الطبيعي في الوقت دا